أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس التي تطل عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي مشاهدين الكرام نبدأ نشرتنا الجوية لنهاري اليوم بصورة لاختنهالكم من مغارة بنعاد المتواجدة بولاية تيليمسان التي تعتبر ثاني أكبر مغارة طبيعية في العالم الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة نهار الغد إن شاء الله حص أخر النماذج حص مصلحة الأرصاد الجوية إذن أجواء غائمة ستموس معظم الولايات السحلية الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا في حين ستشهد المناطق الصحراوية أجواء صافية مشمسة تماما بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لصبيحة نهار الغد إن شاء الله إذن درجات حرارة فصلية منخفضة على العموم سجل مقياس من 5 إلى 7 درجات أقول على المناطق السحلية للوطن درجتين على مستوى ولاية البويلة وحتى على ولاية تيزي وزو نسجل مقياس درجة واحدة على مستوى ولايات الهضاب العليا و17 درجة كأعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنو بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله إذن أجواء غائمة ستبقى في الموعد نترقب زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية للوطن ليعمى الصفاء على المناطق الصحراوية بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله إذن تبقى درجات حرارة فصلية منخفضة على العموم على خاصة على المناطق السحلية الداخلية وحتى على ولايات الهضاب العليا نسجل مقياس 23 درجة بوسط الصحراء عين صالح و30 درجة كأعلى مقياس نسجلها بأقصى الجنوب تحديدا بعين قزام تنزاواتين وحتى بأباليسا الملاحة والصيد البحر لنهار اليوم إن شاء الله إذن حالة البحر سيكون هادئ ومستقر على كافة أسوى حل مع اتجاهات رياح ستكون مختلفة إن شاء الله وذلك على طول الشريط الساحلي نختم نشرتنا مشاهدين الكرام بالموعد الفلكي لشروق الشمس لرح يكون في حدود السابعة صباحا و30 دقيقة بحول الله وغروب الشمس لرح يكون في حدود الساعة السادسة مساء و34 دقيقة بحول الله مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهاري اليوم أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولمزيد من المعلومات زوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي متابعة الشيقة وإلى اللقاء